السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر جيم مارزون عين الحمد لله وصلنا لنهاية الأسبوع واللي مثل العادة رح نلخص الأخبار اللي مرت علينا في عالم الألعاب خلاله في هذا الأسبوع شفنا معلومات رح تطمن أي حدا كان متوتر وقلقان عن لعبة البلايستيشن الحصرية وولفرين من ستوديو انسومنياك بالإضافة شفنا تسريبات قوية اتجاه لعبة كابكم الجديدة لعبة ريزيدنت ايفل الجزء التاسع وشفنا كمان إشعاعات ممكن نحكيها بتلمح للموعد المتوقع للفيديو الثاني للعبة الأكثر من منتظرة لعبة Grand Theft Auto 6 وشفنا نزول مفاجئة وغير متوقع لوحدة من العاب بلايستيشن الحصرية على جهاز الإكس بوكس بس قلنا نبلش لو سمحتوا يا ريت لا تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة لكل شي في عالم الألعاب عموما وإكس بوكس خصوصا فخلينا نبلش بالخبر الأول واللي هون بعد الأسبوع الماضي اللي شفنا فيه بعض الأخبار اللي ممكن نحكيها عملت حالة قلق وتوتر ما بين لاعبين بلايستيشن بخصوص لعبتهم الحصرية الجديدة لعبة وولفرين من استوديو إنسومنياك الأسبوع الماضي أنا شاركتكم بأخبار أنه المدير الإبداعي أو رئيس الإبداعي لستوديوهات إنسومنياك شفنا بغادر هذا الاستوديو بصير الآن موظف رسمي في استوديو The Initiative واللي الآن رح يصير هو الرئيس الإبداعي المسؤول عن لعبة الأكس بوكس الحصرية الجديدة Perfect Dark طبعا بعد هذيك الأخبار اللي صارت الأسبوع الماضي يعني كان فينا المتوقع والأكيد إنه لعبين بلايستيشن رح تصيبهم حالة ممكن نعتبرها حالة توتر وقلق وما كلين هم موضوع إنه لعبة بلايستيشن الحصرية والفرين إنه ممكن إنها تكون داخلة في مراحل صعبة من التصميم والتطوير الأسبوع الماضي شفنا معلومات نوعا ما يعني منقدر نحكي إنه رح تنهي حالة القلق والتوتر اللي عاشينها أو عاشوها لعبين بلايستيشن الفترة الماضية هاي المعلومات صادرة من إنساد الألعاب باسم جيف جرب واللي طلع طبعا على قناة اليوتيوب الخاصة فيه من خلال البودكاست الخاص فيه هاي القناة واللي حكى إنه عنده معلومات داخلية من استوديو انسومنياك أكدت له إنه اللعبة يماشي على المسار تبعها وإنه المفروض إنه ما رح يصيبها أي نوع من أنواع التأخير أو التأجيل بسبب مغادرة هدول الشخصيات المسؤولة اللي كانوا ماسكين يعني أدوار جدا مهمة في مشروع العمل على هاي اللعبة وبالعكس حكى إنه عنده معلومات بتأكدوا إنه اللعبة رح تكون لعبة على مستوى جدا عالي وإنها رح ترضي كافة التوقعات والآمال اللي ببنوها لعبين البلايستيشن اتجاه ألعابهم الحصرية من استوديوهات بلايستيشن الطرف الأول جيف جرب برضو أكد من خلال البودكاست إنه عنده معلومات بتأكد إنه رح يكون في كشف جدا قريب عن لعبة وولفرين بحيث إنه رح نشوف فيديو رح يكون فيه مقاطع جيم بلاي وتوضح إنه تفاصيل أكثر عن لعبة وولفرين بشكل أو بآخر للأسف جيف جرب ما دخل فيه تفاصيل متى ممكن نشوف هذا الكشف بس من أغلب الظن إنه أنا بتخيل إنه الفترة المناسبة تبعته تكون هي حفل جوائز الألعاب لعام 2024 واللي رح تكون إن شاء الله يوم 13-12 على خير وسلامه وبرضو جيف جرب أكدنا إنه من المحتمل إنه لعبة وولفرين تكون من اللعاب اللي رح تنزل فيه سنة عشرين 25 واللي إذا صار هذا الكشف وكان فيه مقاطع جيم بلاي من الأكيد يعني بناء على تجربتنا ومعرفتنا في ستوديو انسومنياك فأنا بتخيل إنه لعابين البلايستيشن يعني بشكل خاص رح يطمئنه اتجاه لعبتهم الحصرية الجديدة واللي مندعو ومنتمنى إنه شوفها تنزل فيه سنة عشرين 25 ونكمل في الخبر الثاني واللي منقدر نحكي إنه عندنا الآن صار فيه إشعات عديدة وقوية اتجاه لعبة كابكم الجديدة لعبة الجزء التاسع واللي بدي قبل ما أدخل في الخبر بدي أنبهكم إنه هاي الإشعات يعني ما منقدر نحكي إنها إشعات دقيقة وبتمنى أنكم ما تأخذوها بأي نوع من أنواع المصداقية بس أنا بدي أشارككم بكامل هاي الإشعات وطبعا منسيب الموضوع لما اللعبة تنزل إن شاء الله على خير وسلامة إذا كانت هاي الإشعات رح نشوفها تكون صحيحة ولا بعضها ممكن يكون صحيح وبعضها رح يكون غلط إشعات لعبة ريزيدنت إيفل الجزء التاسع يعني صادرة من أحد الإنسادر في عالم الألعاب وهو بإسم أندي أو زي ما بسمي حاله على تويتر بايو هازر دي كلاسيفايد طلع هذا الزلم بمقالة عريضة بشاركنا بمعلومات جدا قوية إتجاه لعبة ريزيدنت إيفل الجزء التاسع واللي حكينا أنه لعبة ريزيدنت إيفل الجزء التاسع رح تكون مبنية عن شخصيتين بحيث يكونوا هم أبطال اللعبة بشكل أو بآخر هذا الزلم حكينا أنه واحد من أبطال لعبة ريزيدنت إيفل الجزء التاسع رح يكون عبارة عن ليون كيندي والبطل الثاني رح تكون هي عبارة عن صديقتنا وصاحبتنا جيل فالنتاين بايو هازر دي كلاسيفايد أكدنا أنه لعبتنا ريزيدنت إيفل الجزء التاسع رح نشوف فيها كل من ليون وجيل بنطلقوا إلى جزيرة عشان يتبعوا مصدر صنع المولد أو الفيروس اللي كان وجود في الجزء السابع من لعبة ريزيدنت إيفل واللي شفنا برضو تكملته وامتداده في الجزء الثامن فهدول ليون وجيل رح ينطلقوا لهاي الجزيرة عشان يشوفوا يعني مبدئيا أنه هذا الفيروس اللي جديد من وين جاي وشو مصدره ومن وين أساسه واللي مكاننا أنه القصة رح تكون تقع بعد مرور أربع سنوات عن نهاية لعبة ريزيدنت إيفل الجزء الثامن وبرضو حكاننا أنه رح يكون في تواجد لبعض الشخصيات اللي هم يمكن نعتبرهم شخصيات أساسية من عالم ألعاب ريزيدنت إيفل واللي هم عبارة عن كريس ريتفيلد وباري بورتن واللي حكاننا أنه أندي مبدئيا أنه هدول الشخصيتين ما رح نكون نقدر نلعب فيهم رح يكون هو دورهم كأنهم شخصيات NBC في عالم اللعبة أندي أو بايوهازردي كلاسيفايد أكدنا أنه لعبة ريزيدنت إيفل الجزء التاسع رح تكون أحداثها تقع على ظهر هاي الجزيرة اللي رح نشوف أنه رح تأخذنا للعديد من المناطق والمواقع المختلفة واللي حكاننا رح يكون في عنا مستشفى مهجور وكهوف وغابة معتمة بالإضافة إلى مصنع مهجور وعنا مختبر بالإضافة إلى معبد بشكل أو بآخر برضو حكاننا أنه اللعبة رح يكون فيها نوع محدث ومتطور من أنواع الزومبيز واللي حكاننا رح يكونوا جدا قريبين من وحوش الجانادوز اللي كانوا موجودين في لعبة روزيدنت إيفل الجزء الرابع برضو حكاننا أندي أنه رح يكون في عنا وحشين رح يكونوا بيعملوا مطاردة بشكل ديناميكي بحيث أنه ليون رح يكون في عنا وحش عم بطارده بس ما أدخل فيه تفاصيل أنه شو هذا الوحش بس رح كاننا رح يكون قريب من شخصية نمسس من روزيدنت إيفل الجزء الثالث بالإضافة لمستر اكس من روزيدنت إيفل الجزء الثاني وحكاننا برضو أنه جل رح يكون إيلها نصيبها من الوحش اللي رح يطاردها وحكاننا أنه في وحش رح يكون عبارة عن اسم جوتمان أو الرجل الماعز واللي رح يطارد برضو جل بشكل ديناميكي وعشوائي طبعا إحنا كان سابقا في إشعات بتحكينا أنه لعبة روزيدنت إيفل الجزء التاسع رح تكون مبنية بطريقة العالم المفتوح فمشانك أنا بتخيل بناء على هاي التسريبات الجديدة أنه الروايات الآن ممكن تصير مترابطة وأنه فعلا نشوف أنه العالم في هاي الخريطة رح يكون مفتوح لإنه بشكل كامل ونشوف ممكن يكون في جزء رح يكون خاص في شخصية ليون والجزء الثاني رح يكون خاص في شخصية جل بولنتاين ونشوف أنه قصة بتنقلنا ما بينهم بشكل أو بآخر بحيث أنه ممكن يكون نلعب في شخصية ليون لفترة معينة بعدين تنقلنا اللعبة في أحداث لشخصية جل يعني ما بعرف صراحة إذا منقدر إحنا نبدل بينهم بشكل لحنة يعني اختياري أو أنه اللعبة رح تبدل ما بينهم بشكل أوتوماتيكي وللأسف حتى شخصية أندي ما دخل فيه تفاصيل أنه كيف رح يكون التبديل ما بين هدول الشخصيات واللي طبعا بدنا نضطر نستنى مزيد من التفاصيل والمعلومات الرسمية عن هاي اللعبة من قبل شركة كابكم واللي كان فيه برضو إشاعات بتحكي أنه ممكن نشوف في حفل جوائز الألعاب لعام 2024 كشف رسمة من شركة كابكم عن لعبتهم الجديدة لعبة روزا دين تيفر الجزء التاسع واللي برضو كان فيه روايات بتحكي أنها رح تكون من ألعاب سنة عشرين خمسة وعشرين منتظر هذا الحفل على أحر من جمر في الخبر الثاني شفنا إشاعات متعلقة عن الموعد المحتمل لنزول الفيديو رقم اثنين عن اللعبة الأكثر من منتظرة لعبة جي تي اي سيكس طبعا إحنا الآن مع مرور قريب السنة عن نزول فيديو الكشف الأول إلى لعبة جي تي اي سيكس الناس مستغربة أنه وين شركة تيك تو وين شركة روكستار وين لعبة جي تي اي سيكس وليش ما فيه معلومات وتفاصيل وما فيه فيديوهات جديدة عن هاي اللعبة واللي الآن ممكن نشوف واحد من الفانز اللهم العشقين والمحبين لألعاب جي تي اي بطلع إنا بتفاصيل بتحمسنا وبتخلينا نستنى نهاية شهر 11 على أحر من جمر لأنه مبدئيا لما حنا للموعد المتوقع لنزول الفيديو رقم اثنين للعبة جي تي اي سيكس واللي كان فيه إشعاعات سابقة بتحكي أنه شركة روكستار عم بتجهز حالها لتنزيل الفيديو رقم اثنين عن لعبة جي تي اي سيكس واللي كانت الإشعاعات بتحكي أنه هذا الفيديو رح ينزل تقريبا في بداية شهر 12 من عام 2024 هذا الفان الآن طالع في معلومات نوعا ما بتحكي أنه هذا الفيديو رح ينزل في موعد رح يكون أقرب من هذا الموعد اللي كانت إشعاعات بتحكي عنه واللي هو بنى النظرية تبعته على النظرية كانت موجودة السنة الماضية واللي شفنا السنة الماضية لما نزل التحديث الموسمي للعبة جي تي اي فايف أونلاين كان وقتها نازل الصورة يعني كان فيها شخصيتين منذكر وأنثى كانوا واقفين في فترة الليل ومن خلفهم كان في صورة واضحة للقمر في مرحلة وحالة من الحالات اللي بمر عليها على مدار الشهر وقت هالناس وصحاب جماعة الكونسبيريسي والمؤامرات طلعوا صار يحكوا أنه حالة القمر تبع هاي الصورة بتلمحنه شركة روكستار نوعا ما عم بتلمحنه بطريقة مبطنة عن الموعد المحتمل ليكشفونا عن لعبتهم الجديدة لعبة جي تي اي سيكس واللي الآن عم نشوف مرة تانية عودة لهاي النظرية والافتراضية بسبب أنه فعلا طلعت المعلومات اللي كانوا الناس بفكروا فيها هي صحيحة مية بالمية لأنه حالة القمر في هذه الصورة لما نرجع فعليا لحالة القمر في نفس الفترة الزمنية اللي نزل فيها فيديو الأولي للعبة جي تي اي سيكس منقدر نحكي أنهم كانوا متشابهين مية بالمية واللي الآن عم نشوف أنه هذا الحكة عم بتكرر مرة تانية وأنه شركة روكستار عم بتشاركتها من ناحية التحديث الموسمي اللي رح يصير للاعبة جي تي اي 5 أونلاين واللي برضو مشوف فيها شخصية مرتكة على سيارة في فترة الليل من أمام مبنى وبرضو في هاي الصورة في عنا قمر ظاهر في حالة أو مرحلة من المراحل اللي بمر عليها خلال فترة الشهر واللي مبدئيا على حالة القمر في هاي الصورة إزال ما بفترض أنه مبدئيا الفيديو اللي رح تشاركنا فيه شركة روكستار عن لعبة جي تي اي 6 رح يكون من بعد يوم 22-11 من عام 24 فمشانك بناء على هاي النظرية اللي هي أصلا نظرية صحيحة بناء على التجربة اللي صارت الفترة الماضية السن الماضية تحديدا نقدر نحكي أنه هذا الحكي رح يرجع يتكرر مرة تانية وأنه فعلا شركة روكستار بمشاركتنا بهاي الصورة هي مش مشاركة عشوائية وما إلها معنا بينما هي معمولة بشكل مقصود واللي من المؤكد أنه ممكن فعلا في نهاية شهر 11 يعني ممكن نحكي 22-23-24 نشوف الفيديو رقم 2 بنزل للعبة جي تي اي 6 اللي أنا بتخيل أنه 99% رح يكون هذا الحكي الصحيح مرة تانية إنه ممكن أنه فعلا في نهاية شهر 11 عالنه نشوف الفيديو التاني للعبة جي تي اي 6 يعني من أغلب الظن وباقي من كل مصلنا لنهاية الفيديو وغطينا كل الأخبار اللي مرت علينا خلال فترة الأسبوع الماضي فبتمنى لو سمحتوا في نهاية الفيديو ما تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة لكل شي في عالم الألعاب عموما وإكس بوكس وصوصا شاكرا لكم من المشاهدة مشوفكم إن شاء الله فيديو محتوى تاني بتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم اشتركوا في القناة